شد الحبل مستمر بين السلطات الإسبانية ودعاة الانفصال في إقليم كتالونيا مظاهرات التلاميذ والطلبة اجتاحت مدينة برشلونة مع السمراء للإضراب العام الذي يشل المدارس والجامعات تأكيدا على المشاركة في الاستفتاء الذي تعتزم حكومة الإقليم تنظيمه الأحد المقبل رغم تجميد إجراءاته من طرف المحكمة العليا الإسبانية والخطوات التي اتخذتها حكومة ماريانو راخوي لمنع إجرائه نعلم أن الكثير من الصعوبات ستواجهنا في الفاتح من أكتوبر لكننا نعلم أيضا أنه في مواجهة كل تحدي سيكون عندنا حلان اثنان وأمام كل تخوف سنقدم ثلاثة آمال أما رئيسة بلدية برشلونة المنتمية للمعسكر الوحدوي فدعت من جانبها الاتحاد الأوروبي للوساطة في الأزمة بين مدريد وحكومة كتالونيا بعد إصدار المحكمة العليا الإسبانية أوامرها إلى القوى الأمنية بمنع تنظيم أي نشاط مرتبط بالاستفتاء على الانفصال من جانبه وجه للدعاء العام أوامره إلى شرطة الإقليم لإغلاق مراكز الاقتراع ومنع المواطنين من الاقتراب منها دعوة لم تلقى ترحيبا كبيرا لدى حكومة كارليس بوجديمون التي أكدت على أن السلطات القضائية والسياسية في مدريد لن تفلح في وقف الاستفتاء فيما أبدت شرطة كتالونيا تخوفها من أن يؤدي تدخلها ضد فتح مراكز الاقتراع إلى حدوث اضطرابات وعواقب وخيمة